كل سنة وحضراتكو طيبين الحقيقة دايما يوم عارفة طبعا يوم خاص جدا عندنا كلنا بالتأكيد اللي بيقدر ربنا يا رب يقدر الجميع طبعا إن شاء الله إن احنا كلنا نكون صايمين وبنقول يا رب ربنا يتقبل مننا هنتكلم نهاردة عن فضل يوم سيام هذا اليوم وكمان الجدل بس سريعا كده هنمر عليه بشكل سريع الجدل اللي هو حصل إحنا نصوم التسعة كلهم ولا نصوم بس يوم عارفة برضو هنعدي على الموضوع ده سريعا الموصفات بتاعة الأضحية في الاستعدادات بالتأكيد لأن طبعا وزارة الأوقاف في الوقت ده بتبقى على هبة الاستعداد بتبقى أكتر وزارة ممكن يكون عندها طبعا الاستعدادات الكسو خاصة في ظل جائحة كورونا هنتعرف على كل هذه التفاصيل منذفنا الكريم دكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف صباح الخير وأهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد علينا جميعا يا ربع الأمة صباح الخير وسعي أسماء وكل سنة وحضرتك طيبة ومصر بخير والأمة الإسلامية والعالم كله بخير يا رب بالتأكيد نبدأ مع حضرتك سريعا الأول فضل يوم معرفة سيام يوم معرفة وهل فعلا بس بشكل سريع لشان ألحق وقتي تسعة أيام ولا يوم واحد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم كده على الإطلاق أفضل أيام الدنيا وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء كل إنسان على قدر استطاعته اللي يقدر يصوم التسع أيام يصوم واللي ما يقدرش يصوم ما يفوتوش يوم عرفة يعني يوم عرفة ديوم يحاول على قد ما يقدر صيامه مؤكد لكن حد مريض عنده ظروف ما يقدرش حتى يصوم يوم عرفة قد يكتب له الأجر بنيات أنت قلت لي سريعا أنا ردت عليك سريعا تسعة أيام اللي عايز يصومهم كلهم يصومهم لأن ده من الأعمال الصالحة بل هو من أحب الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الصيام نعم صحيح أنا أجازي به صحيح ليه اللي دايق بقى على الناس عظيم عظيم جدا خلينا نروح سعيدا بقى سريعا سريعا العيد عشان سعيد فكل حاجة إن شاء الله سعيد سريعا سعيدا إن شاء الله مصفة الأضحية الأضحية هذه سنة من السنة المؤكدة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لابد أولا أن يكون فيها طيب نفس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فطيبوا بها نفسا فإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وإن الله لن ينال من لحومها ولا دماؤها إنما يناله التقوى يعني هذه شعير يمتثل بها العبد تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يبقى لابد نشوف الصحيحة السليمة بعيدا عن أن تكون عرجاء أو أن تكون هزيلة أو أن تكون يعني غير مطابقة للمواصفات شوف أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأشياء إليك وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يتيمموا الخبيثة منه تنفقون يعني الحاجة اللي أنت شايف فيها كده عيوب ابعد عنها وروح للحاجة اللي أنت تحب ترى أجرها وثوابها لا أنت نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا الله يفتع لك هذه الآية لا أنت نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كانت بتخلي الناس الصالحين يبقى عنده أكل معين هو بيحبه أحسن حاجة هو ليه يقولوا إده ده للسائل وإده ده للرجل اللي محتاج علشان أنا بحبه فطالما أنا بحبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجزيني بدلا منه الجنة لأن معنى البر في الأقل حضرتك ذكرتها لن تنالوا البر يعني لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبه ربنا يا رب جميعا قادرين على ذلك فضل الصيام يوم عرفة هل في أدعية لأن دائما ملاقيه بيجي لك بقى رسال كتير دعاء يوم عرفة ولا في أدعية كتير ولا إيه ولا فضل الصيام هذا اليوم إيه جميل أنك خصصت حتة الدعاء دي لأن احنا بنشوف كتير بستات وبنشوف كتير نص ودعاء ده وصلت لحد يقولك دعاء يوم السبت ودعاء يوم الأحد ودعاء يوم الأثنين كل دعاء مخصص اليوم بعين حقيقة إنهم يعني شافوا لها سند أو أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة تخصيص الأيام السبت والأحد والأثنين والكلام ده بأدعية معينة يعني ما فيش به كلام وما فيش به سند نيجي اليوم عرفة ده يوم ميلاد جديد ده أعظم أيام الدنيا شوفي حضرتك أستاذ أسماء أهل العلم بيفضلوا من الزمان ثلاث عشرات العشر الأول من ذي الحجة اللي احنا فيها العشر الأول من المحرم العشر الأخيرة من رمضان من رمضان طيب هو إيه أفضل فيهم قالك أفضلهم على الإطلاق أيام عشر ذي الحجة بالنهار العشر اتيام بتوع ذي الحجة النهار فيهم أفضل من أي أيام والليل في العشر الأواخر من رمضان الله يفتع عليك وفي رمضان العشر الأواخر الليل بتاعهم أفضل ومعروف طبعا لي لأن العشر الأواخر في رمضان فيهم ليلة القدر والعشر أيام الأولى في أيام ذي الحجة فيهم يوم عارفة لكن شوف الميزة الجميلة في الأيام دي ليلة القدر غيبة عننا ما نعرفهاش على الحقيقة يعني فيه اختلاف بين العلماء في التحدد لكن يوم عارفة يوم وقفة عارفة ما فاشخة معلوم ومعروف ومن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى إنك عايش في اليوم ده إنك تتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها يعني إيه تعرض لها يعني ربنا يشوف منك خير يشوف منك صدقة يشوف منك قراءة قرآن يشوف منك ذكر يشوف منك تسبيح يشوف منك قطعا صيام لأن دي من السنة المؤكدة قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عارفة أحتسب على الله أنه يكفر ذنوب سنتين السنة السابقة والسنة التي بعده وده من كرم الله سبحانه وتعالى إحنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم معروف إن أعمار الأمة لما يقصب الأمم السابقة قليل لكن إذا كان العمر يعني مدت قصيرا ربنا استبدل لنا ده بالبركة إن يبارك لنا في الأيام ويدلنا مواسم من الطاعات تأتينا موسم بعد موسم ونفحات بعد نفحات تذكر الغافل وتنبه العاقل فإنت تتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام بعبادة من أحب العبادات إلى الله الصيام ده عبادة لم يعبد بها أحد غير الله في ناس تصلي لاليها المزعومة بتاعتها وفي ناس تطلع فلوس وقرابين وضحي وقرابين وكذا لكن الصيام له فقط علشان كده ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه ليه يعني اختص سبحانه وتعالى الصيام اللي نفسه اختصاصه تشريف وتكريم وأنا أجزي به صوم أجل الدعاء أيها أولا يعني إيه بسبعين مثلا ناس تقولك وآخر ست ساعات ماشي كلام كويس لكن هو نسى أن الصايم طول ما هو صايم من أول الفجر الغاية ما يفتر دعاء مستجاب ثلاثة لا ترد دعوته الصايم طول ما انت صايم دعوتك مستجاب عند الله سبحانه وتعالى ولما تفتر في مكافأة تانية وللصايم عند فطره دعوة لا ترد طيب ويتأكد بقى الدعاء من بعد الظهر إلى المغرب لأن ده الوقت الذي ربنا سبحانه وتعالى يباهي فيه بأهل الأرض أهل السماء يقول الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرة أنفقوا الأموال وأتعبوا الأبدان والله لو كانت ذنوبهم كقطر السماء أو عدد الرمال أو كزبد البحر لغفرتها لهم وهذا في جانب من يقف بعرفات وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة قال لبلال يا بلال أنصت لي الناس أنا عايز سكت الناس كده عشان عايز الناس تسمع فقال بلال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أتاني جبريل آنفة وأقرأني من رب السلام يعني ربنا أرسل السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل وقال أبلغ الناس اللي كانوا في عرفات أن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وتحمل عنهم التبعات يعني غفر لهم الذنوب اللي بينه وبينهم التبعات دي بقى يا رب أمين يا رب لو في حد لي زنب عنده واحد ومشكلة عنده واحد ربنا كمان منكرم وفضله يتحمل عنه فسيدنا عمر الذكي الفاروق قال يا رسول الله أهذا لنا خاصة يعني اللي وقفين معك النهاردة بس في حجة الوداع أم للناس عامة قال هذا لكم ولمن جاء بعدكم فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب كثر خير الله وطاب ده قليل من كثير يوم عرفة هو يوم إتمال الدين ويوم إتمام النعمة شوفي قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم يعني خلاصي لا بعدتش البشرية محتاجة لأنبياء وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين جاء راجل من اليهود بيفهم كذا لسيدنا عمر وهو أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيد قال وأي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فقال سيدنا عمر والله إني لأعلم في أي وقت نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف بعرفة في يوم جمعة وفعلا هذا يمعد لنا يوم عرفة يمعد لنا لأن ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة يعني إيه يعتق؟ يعني عبد ممكن يكون مستوجب النار بأفعاله بذنوبه بسيئاته بكذا 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 لكن في اليوم ده يرق قلب وأنا عايز أقول محدش يأس من رحمة الله مهما كان الذنب ومهما كانت المعصية ومهما كانت تقصير أصل ربنا ده ودود ربنا سبحانه وتعالى عايز دايما يكون عبده في صلة معاه ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب موسيق النهار شفتي حضرتك يعني ود أكتر من كده وقرب أكتر من كده ده كل يوم بيقولك تعال لو أنت غلطت بالليل منتظرك في الصباح لو أنت غلطت في الصباح منتظرك بالليل يبسط يده بالليل ليتوب موسيق النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب موسيق الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يا ابن آدم لو قربت مني أيوة من تقرب مني شبرا من تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعو تاني الدعاه وبتاع يوم عرف ده أنت لازم ما تفردش فيه وكمان ما يفردش فيه في أمور الدنيوية ولا في أمور الأخروية إحنا كلنا لنا احتياجات احتياجاتنا دي مش هتحصل غير بربنا مهما كان الواحد فينا زكي مهما كان الواحد فينا قوي مهما كان الواحد عنده من قدر على أنه ولا أي حاجة زي محضرتك قلت كده غير إنك تكون بالله لن تكون إلا بالله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني إيه عنان السماء يعني وإنت وايض كده تبص وتشوف السحاب لو الزنوب من الأرض للسحاب ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئة لقيتك بقرابها مغفرة وربنا سبحانه وتعالى بيفتح البده مش بس للي هو الطائع اللي مقصر شوية لا للعاصي للمزنب شوفي الدعاء شوفي النداء قل يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسي يعني أسرف يعني جاوز الحد في ارتكاب الذنب جاوز الحد لا عندوش أمل بقى خلاص بالنسباله يعني أخو بقى اللي بيوصل للمرحلة دي عايزين نقول له لا أوعى أوعى تقطع الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى في أثر لو عند حضرتك وقتنا ممكن أقوله سريعا عشان عايزين نلحق بس نقول استعدادات بقى المساجد ربنا سبحانه وتعالى يقول في مما ورد في صحف إبراهيم من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفه فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود واخترت لكم الجود وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم والقلوب فعلمتم والعقول ففهمتم وأشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية فشهدتم وعند الإقرار أنكرتم وبعد الإقبال أذبرتم ونقطتم عهودنا فلا يوحش أنكم ذلك منا إن عدتم عدنا وزدنا في الكرم وجدنا كرمنا مبذول وسترنا مسبول نعطي ونمنع ونجود ونصفح ونعطي ونمنح عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها انظر إلى الأرض وأقطارها انظر إلى الفصول وإتيانها انظر إلى البحار وجريانها انظر إلى ما كل ما هو متحرك وساكن وراكع وساجد وحاضر وغائب وظاهر وكام الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري عبدي أذكرك وتنساني وأسطرك ولا ترعاني لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها أو البحار لأغرقتك في معينها ولكن أحميك بقوتي وأمدك بقدرتي وأجلك لأجل أجلت ووقت وقدته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي أذكرك أعمالك وأحصي عليك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة إنك من أهل النار وليتك رضواني ومنحتك غفراني وقلت لك لا تخف ولا تحذم فلقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي يا العزيز الغفار سبحانه سبحانه الله يا رب ويكتب هنالنا اللهم أمين طيب استعدادات ده أوزارة الأوقاف صلاة العيد إن شاء الله الاستعدادات المفروض ستبقى ستبقى فيه صلاة في اللامات المكتوحة أو الألأة والسحات أو ستبقى بس في المساجد الكبرى أو نعمل سريعا الحقيقة وزارة الأوقاف يعني بتعمل كل شيء علشان الناس تأدي هذه العبادات ونصل من خلال هذه الإجراءات الاحترازية إلى بر الأمان الحقيقة احنا طبقنا بعض الضوابط في عيد الفطر المبارك وكنا مع بعض هنا بنتكلم عنها والأمور مرت الحمد لله بسلام على نفس هذه الضوابط احنا هنأدي صلاة العيد هنأدي صلاة العيد في المساجد ما فيش صلاة في الساحات بإجراءات الاحترازية التباعد وعلامات التباعد بالكمامة كل واحد مع المصلى بتاعه ما فيش استحاب للأطفال ما فيش استحاب للأطعمة ولا للأشربة مدة الصلاة يعني ده تنبيه مع الوزير على جميع الأئمة لا تتخطى لعشر دقائق قبل العشر دقائق طبعا سنة التكبير هتبقى سبع دقائق المسجد يفتح قبل التكبير بعشر دقائق كل حاجة مرتبة ومنظمة وإن شاء الله تمر بسلام وتمر بخير يا رب أمين كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة طيبة وخير وكلنا طيبين وشكرا لحضرتك على وجودك معنا النهاردة شرف كبير ويريد يعني تدعي لنا كمان إن شاء الله حضرتك تدعي لنا لا لا نطلب لحضرتك بقى ربنا يخليك فينا وأنا عايز أوصي وصيق الله سريعا فاطر في يوم عرفة يا رب كلنا بندعي والدعاء مستجاب ندعي المصر ندعي المصر كل واحد يكون لدي دعوة خاصة لمصر بتأكيد ندعي كلنا المصر وندعي كمان ربنا يرفع عنا جميع ندعي العالم كله البلاء والوباء كل سنة طيب دكتور أيمان أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة ووزارة الأوقاف كل سنة وحضرتكو طيبين ومرة تانية بذكر حضرتكو ندعي لمصر وكلنا اللي يقدر يصوم طبعا بالتأكيد يوم عرفة يصوم وربنا يا رب يتقبل منا جميعا ويجعلنا يا رب جميعا من عطقاء النار هذا اليوم الكريم